أدى انفجار لعم الأرضي صباح اليوم بمطار عدن الدولي إلى مقتل شخص وأصابة اثنين آخرين وأوضح مدير المطار أن القتل هم من فريق مكافحة الألغام الذين كانوا بصدد الكشف عن الألغام وتفكيكها وكانت قوات المقامة الشعبية قد شرعت في عملية تطهير مطار عدن من الألغام والمتفجرات بعد استعادتها السيطرة على المدينة من قبضة الحسين وقوة صالح